الآن الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس الدكتور رامي الخليفة العلي دكتور رامي أهلا ومرحبا بك يعني بعد هذا الحديث الإسرائيلي وأيضا المخاوف الأمريكية التي برزت على لسان جيك سوليفن ما هي الخطوط الحمراء برأيك؟ ما هي الخطوط التي لا يمكن تجاوزها الآن حتى لا يمتد الصراع إلى أطراف أخرى؟ أهلا بك تحية لك ولمشاهديك الكرام اجتياح قطاع غزة بشكل كامل وإسقاط عرض كبير من المدنيين والقضاء بشكل كامل على حركة حماس والحركات أو الفصائل الفلسطينية الأخرى ذلك يعتبر خطا أحمر بالنسبة لحزب الله وبالنسبة لإيران وبالتالي المناوشات التي شهدناها خلال الثلاثة أيام الماضية ما بين حزب الله ومسلحين في جنوب لبنان والجانب الإسرائيلي يمكن أن تزداد قوة وأن تزداد عنفا لتصل إلى مواجهة مفتوحة ما بين الطرفين إذا ما تدحرجت الأمور نحو الأسوأ في قطاع غزة وخصوصا أننا بانتظار كما تعلمين عملية برية طبعا احتمال تدخل إيران بشكل مباشر وقيام مواجهة ما بين إيران وإسرائيل هو من وجهة نظري احتمال ضعيف لأن ذلك سوف يفتح المنطقة على أفق لا تستطيع أي من الدولتين أن تتحكم بهما وبالتالي ربما تكون هناك مواجهة غير مباشرة عبر حزب الله وعبر فصائل أخرى موجودة في سوريا بالإضافة إلى ما يحدث الآن في قطاع غزة وبالتالي باعتقادي أن هذه هي الخطوط الحمراء لأن إيران تدرك بأن القضاء على حماس يعني أن إسرائيل سوف تكون شهية مفتوحة للقضاء على حزب الله وبالتالي القضاء على النفوذ الإيراني في المنطقة إذا شئتي وهنا دكتور رامي يعني ما جاء على لسان وزير الخارجية الإيراني بأنه التدخل مرتبط بتطورات الميدان ما هي الرسالة الموجهة؟ هل هذا سيمنع أي هجمة برية أو دخول بري إلى قطاع غزة كما يجري الحديث الآن؟ كي يجاب مباشرة له لا أعتقد أن سواء ما يحدث الآن على الحدود اللبنانية الإسرائيلية أو التصريحات التي أدل بها مسؤولين إيرانيين وعلى رأسهم وزير الخارجي عبداللهيان يمكن أن يؤثر في القرار الإسرائيلي الذي يأتي لأسباب عسكرية وسياسية متعلقة بالغطاء السياسي والإعلامي الموجود من الدول الغربية هذا هو الذي يحكم عملية التدخل العسكري البري من قبل إسرائيل لكن ما هو مدى هذه العملية؟ هناك الكثير من الأسئلة حول شموليتها حول ما هو الهدف في نهاية الأمر إذا ما وصل الهدف إلى القضاء المطلق على حماس وإعادة احتلال قطاع غزة فباعتقادي أن ذلك ربما يتدحرج إلى تطور الصراع الموجود حاليا إلى صراع إقليمي تشارك فيه حركات أخرى وهذا ربما ما أشار إليه المسؤولين الإيرانيين تحديدا بالحديث عن سيناريوهات العملية البرية إذا ما قررتها إسرائيل اليوم هل تعني بالضرورة تحقيق الأهداف التي أعلنها مستشار الأمن القومي الإسرائيلي ونتنياهو نفسه؟ الحقيقة هناك الكثير من العوائق هبادة دعينا نشير إلى أهمها أولا الحقيقة أي عملية برية تحاول السيطرة على قطاع غزة بشكل كامل ذلك يعني الانتقال من حرب كلاسيكية حيث إسرائيل متفوق بها بشكل كامل إلى حرب عصابات سوف يكون للمدافعين قدرة أكبر على التحكم بسيرها هذه النقطة النقطة الثانية أو العائق الثاني أن هذه المعركة إذا ما تحولت إلى هذا الشكل من أنواع الحروب فإن ذلك يعني استمرارها لفترة طويلة النقطة الثالثة أنها سوف تؤدي إلى خسائر كبيرة من الجانب الإسرائيلي والتأييد الذي نلحظه الآن في الشارع الإسرائيلي لهذه الحرب سوف يتراجع تدريجيا النقطة الرابعة سوف يؤدي إلى خسائر كبيرة في صفوف المدنيين فالغطاء الإعلان والسياسي الموجود في الدول الغربية للعملية العسكرية الإسرائيلية سوف يتلاشى رويدا رويدا نقطة أخيرة إذا سمحت لي وهو أن ذلك يمكن أن يؤثر على حياة الأسرة والرهائن الموجودين في قطاع غزة وبالتالي هذا سوف يرفع كثيرا من الغطاء عن الحكومة الإسرائيلية الدكتور رامي الخليفة العالي الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس شكرا جزيلا لك وفي أحدث الأخبار الجيش الإسرائيلي يقول